بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم عن دبس التمر والموضوع جاء بالسؤال من بعض حبيبنا المشتركين عن فوائد دبس التمر وهل عنده فوائد مثل التمر نفسه وهل يفقد فوائده بعد طبقه أو طحنه أو ما شابه وسنتحدث في هذا الفيديو بمقدمة سريعة حول التمر بشكل عام وخاصة لمرضى السكر ثم محتوى دبس التمر من العناصر الغذائية وفوائده ثم نستعرض بعض الأسئلة الشائعة حول دبس التمر مثل ما فوائد دبس التمر للأطفال والرضع وهل دبس التمر مفيد للرجيم أو للتسمين وما هي فوائد دبس التمر مع الحليب وأخيرا لا بد من الحديث عن درجة أمان استخدام دبس التمر ومحاذير استخدامه يعد التمر أحد الثمار العالية بنسبة السكرية لذلك يجب الحرص عند تناول التمر من قبل الأشخاص الراغبين بالتحكم بمستوى السكر في الدم مثل مرضى السكري ومن الجدير بالذكر بأن تناول التمر باعتدال ليس له أي علاقة برفع مستوى السكر في الدم إذ يسبب ارتفاع السكر بنسبة قليلة جدا كما إن مؤشر الجلاسيمي للتمر يعد منخفضا لهذا السبب فإن التمر لا يسبب ارتفاع السكر في الدم بشكل مبالغ به سواء كان الشخص مصاب بالسكري أو حتى لدى الأشخاص الطبيعيين أيضا لا يعني هذا الأمر بأن تناول التمر لا يرفع السكر ولكن يظهر هذا التأثير عند تناوله باعتدال فقط إذ يؤدي تناول كميات كبيرة من التمر حتما إلى رفع مستوى السكر في الدم بالتأكيد فمن هنا البعض يقول أنه ضار لمريض السكر لأن استهلاكه أعلى من الكمية المسموح بها والبعض يقول إنه جيد لمرضى السكر وذلك لأنه ملتزم بالكمية المحددة له والكمية طبعا لكل شخص مختلف عن الآخر تبعا لحالته ووضعه الصحي والمتوسط هو ثلاث حبات متوسطة الحجم لمرضى السكر وذبس التمر ويسمى أيضا عسل التمر وهو شراب ذو لون بني داكن يستخرج من أنواع عديدة من التمر ومن أشهرها تمر الخلاص والذي يتميز بحلاوته المتوسطة ويعد دبس التمر من أكثر منتجات التمر شيوعا خاصة في دول الخليج كما أنه يعد خيارا جيدا كبديل صحي عن المحليات السائلة أما عن محتواه من العناصر الغذائية يعد دبس التمر من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة وتجدر الإشارة إلى أن دبس التمر يحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية والعديد من الأحماض الأمينية والمعادن كالبوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم بكميات قد تغطي احتياجات الجسم من المغذيات الدقيقة كما أنه يمتلك خليطا معقدا من السكريات ما يقارب 88% منه ويتكون بشكل رئيسي من سكري الكلوغوز والفريكتوز وهناك دراسة حول فوائد دبس التمر ففي عام 2016 أن دبس التمر والمواد التي يحتويها تمتلك قصائص مضادة للبكتيريا وقد أشارت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2014 إلى أن محتوى دبس التمر من مضادات الأكسدة كالثينولات والفلافونيد يختلف باختلاف نوع التمر الذي استخرج منه الدبس وهناك أسئلة شائعة حول دبس التمر مثل ما هي فوائد دبس التمر للأطفال والردع لا توجد معلومات حول فوائد استخدام دبس التمر للأطفال كما أن درجة أمان استخدامه لهم غير معروف حيث أن بعض أنواع الدبس قد تسبب الإصابة بالتسمم السجقي لذلك لا ينصح بإعطاء الأطفال أي نوع من المحليات قبل عمر السنة كما ينصح باستشارة إقصائية الأطفال قبل إدخالها إلى النظام الغذائي الخاص بالطفل وهناك سؤال هل دبس التمر مفيد للرجيم أو للتسمين تحتوي الملعقة الكبيرة من دبس التمر والتي تزن حوالي 20 جرام على 60 سعر حرارية مما يجعله من الأغذية العالية بالسعرات الحرارية وكما ذكرنا سابقا فإن محتواه من السكر أيضا مرتفع ومن الجدير بالذكر أن عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص بالإضافة إلى حاجة جسمه منها وعمره ونشاطه البدني هي بعض العوامل الأساسية التي تحدد قدرة الشخص على خسارة أو اتساب الوزن لذلك ينصح باختيار الأطعمة قليلة السعرات الحرارية عند الرغبة في تقليل الوزن بينما ينصح للراغبين بزيادة وزدهم تناول سعرات حرارية أكثر من تلك التي تستهلكها أجسامهم وهناك سؤال ما فوائد دبس التمر مع الحليب لا توجد معلومات أو دراسات تبين فوائد تناول دبس التمر مع الحليب بشكل خاص إلا أنه وكما ذكرنا سابقا فإن دبس التمر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة كما أن الحليب أيضا يعد من المصادر الغنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين بي واحد وفيتامين بي اتناش وفيتامين دال وألف كما أنه يحتوي على المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيزيوم والزينك أما عن درجة أمان استخدام دبس التمر يعد التمر آمنا في الغالب لأغلب الأشخاص ومن ضمنهم النساء الحوامل وذلك عند تناوله بكميات معتدلة ولكن لا توجد معلومات كافية حول أمان استهلاك دبس التمر أو الآثار الجانبية المترتبة عند تناوله بكميات كبيرة ولكن بشكل عام يعد دبس التمر آمنا عند استهلاكه بكميات معتدلة والكمية طبعا حسب عمر وحالة كل شخص وهناك محاذير لاستخدام دبس التمر لا توجد معلومات كافية حول محاذير استخدام دبس التمر بشكل خاص ولكن دبس التمر يعد بديلا جيدا للسكريات المصنعة بشكل عام كما ذكرنا سابقا إلا أن الاستخدام المفرط له قد يسبب آثارا جانبية تضر المصابين بمرض السكري كما أنه قد يسبب مشاكل هضمية حيث أن تناول الدبس بشكل مفرد قد يسبب الإسهال بالإضافة إلى ذلك فإنه ينصح بتجنب تناول الدبس للمصابين بمتلازمة القولون العصبي أو أي مشاكل في الجهاز الهضمي نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه فيه تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار عتفاع لكم إثقاتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله